أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بي فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتم وما يعبدون إلا الله فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم بالرحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تجاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقردهم ذات الشمال وهم في فدوة من تلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يدل فلا تجد له وليا مرشدا وتحسبهم إيقادا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط دراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولم نئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينذر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطى ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا غيب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بن وليهم بنيا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة ربعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهر ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشاء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبسوا في كهفهم ثلاثة ثلاثة من ثلاثة مئة تنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبسوا لو هو غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه قلبه عن ذكرنا واتبعها وهو كان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم زرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات وعدن تجريم والأنهار يحلون فيها من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسوا ثيابا خدرا من سندس وإستبرق متكئين فيها فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا وضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهم جنتين من أعناذ وحففناهما بين أخل وجعلنا بينهما زرعا صدق الله العظيم جزاك الله خيرا ومن المترجمات لك ومن المترجمات لك في الدين والدنية أمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة